وحول دور الدول في مواجهة تداعيات كورونا قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن تأثير جائحة كورونا على مصر غير بقية الدول وأكد الرئيس أنه تم اتخاذ إجراءات احترازية مبكرة لمواجهة تداعيات الجائحة كل دولة تتعامل مع الجائحة تبقى لمعطاة خاصة بها هي نحن من زي دول تانية وكمان تأثير الجائحة علينا من زي دول تانية طب هنأخذ الإجراءات اللي هي الصحية والإجراءات وإرشادات من نظمة الصحة العالمية أكيد لأن دون مواطنين بنخاف عليهم هنعمل الإجراءات احترازية ونتشدد فيها طبعا نحن نخفف عن الناس اللي تضررت زي القطاع السياحة وزيما الدكتورة هالة وزارة التخطيط قالت أكيد القطاعات الأخرى اللي تضررت بشكل حتى لو كان بشكل جزئي أكيد أن احنا نطلق مبادرة أو حوافز بمئة مليار جنيه مع بداية الجائحة وده كان أمر مبكر جدا اتحركنا فيه ممكن فيه دول كتير في العالم ما كانتش اتحركت وإحنا قلنا لأ على طول نضخ مئة مليار جنيه عشان نعزز ونحفز ونحافز على الشركات القائمة بالفعل إذا كان عليها أموال للكهرباء أو للضرائب أو لده تتأجل بس بشرط أن هم يحافظوا على أن العمالة اللي موجودة عندهم مايتم مش تسرح